اشتركوا في القناة الشيء كثير عظيم لأنه دائماً أحب استخدم هذه العبارة التي تعطينا إحاءات كثير مميزة عن الحب الحب هو جوهر الإنسان والأديان كيف يعني؟ الكلمات الثانية الحب إذا أنت حبيت نفسك أنت بتعتني بنفسك بتطور من نفسك تكون أكثر نجاحاً إذا حبيت غيرك ما بتأذي غيرك وتقوم بالخير اتجاهه إذا حبيت الله سوف لن تخالف تعاليمه إذا منلاحظ أنه هاي الكلمات تختصر كتير من السلوكيات اللي ممكن نحنا ندفع باتجاهها نربي أولادنا عليها أو حتى نطمح نحنا نسويها حتى حكيتوا عن العولمة العولمة يعني بصراحة هي لا حدود في كل شيء هذا مختصر لحتى المشاهد ما يقع فريسة التعقيد طبع العولمة العولمة كانت في العظم اللحظات ممكن القارية الكونية لكن حالياً أصبحت أبسط من ذلك أصبحت شاشة صغيرة العولمة هي الشاشة الصغيرة لأنه لحدود أصبحت من خلال هذا الموبايل اللي موجود بين أيدينا باستطاعتنا نتفاعل مع أقاصي الأرض وأيضاً الأقاصي الأرض تتفاعل معنا لما نحنا استخدمنا الكلمات هاي الجميلة اللي أنتو عم تحكوها وأنا كنت متابع لبعض الأحاسيس اللي عم تحكوها أنا بقول أنه في تفسيرات كتير مميزة للحب وممكن أنه أنا أعرض عليكم هاي التفسيرات وشوف إذا تختاروا منها الأقرب لشخصياتكم في عندكم تفسير بالبداية اللي هو فلسفي بأنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يحاول دائماً أن يتكامل أو يلتحم مع كائن آخر أحياناً إذا ما لقيت الشخص المناسب ممكن تلاحظوا فيه ناس متعالقين كتير بالبيت تبعهم بالحيوان الأليف أو ممكن النباتات أحياناً تلاقي تارك الدنيا وقاعدها بيعتني بالنباتات بده كائن حي يتواجد معه في حياته هذا التفسير نحن نقول تفسير أو سيناريو تفسيري للحب من منظور فلسفي بينما في عندكم تفسير آخر روحي بيجد سنده في الأيديولوجيات يعني بيقول لك أنه خلقت حواء من آدم وبالتالي كل شخص يفتش عن جزء مفقود منه قياسناً على هذا الموضوع ملاحظة يعني مثلاً إذا أنت نسيت موبايل بشي مكان شوف تصير حالتك النفسية فتخيلي أنت لما بكوني مضيعة بني آدم أو أنت مضيعة بني آدم بغض النظر أم كما أنت مضيعة أو الشخص يكون مضيعة حاله بغض النظر نحن نحن نقول والله أنا بدي أوجد الثغرة الموجودة بحياتي لكي أعرفها وأعرف أنا بأي نقطة بالكوكب هذه سائلة أحياناً تدور ببالة الإنسان أو الشخص مثلاً أوكي أنا حوالي الناس وحوالي العالم وفي تكنولوجيا وفي كل شيء موجود عندي لكن أنا وين ذاتي أنا هل هي موجودة ولا مفقودة الحقيقة أن هذا الموضوع يفرد له بحث كامل ويكون في حلقات حول تنمية البشرية وكيف الإنسان بالفعل بده يجد نفسه يجد هدفه بهذه الحياة يستطيع ينطلق من نقطة معينة باتجاه نقطة أخرى هذا الكلام سريم وأنا شفتك عم تطلعي على إيدي مش هل تعفو إذا أنا فتشت ولاقيت الإنساني ولا لا السيناريو الثالث اللي هو بتعلق ب السيناريو العلمي ببساطة هي قضية تتعلق بهرمونات وبتتكامل هذا الموضوع مع السيناريو النفسي اللي بيقول فرويد مؤسس عن نفس ممكن نعتبره بأنه الغريزة هي الحب ليس هناك من حب حقيقي الغريزة هي التي تفعل الحب إذن هون ملاحظ في تكامل بين الاتنين وبتالي هل أربع سيناريوهات يمكن أنا ضعها أمامكم نشوف شو رأيك أي واحد واحد ثلاثة أربعة أي واحد ثالثة الرابع ممكن تكون ميال لهم أكتر أنت؟ هناك أحيانات هناك أحيانات أحيانا توجد تطرق حمامنا أبو سألك أم جدا أي واحد خاصة لتك شايف صدايا دائما دحاص بشي لا تريد أن أتنع من ذلك سألك أي تفسير الأقرأ أولا لك أنا أرى أن أخبرك شغلة لا يمكنني أعطي هم الشباب هاتي هم رجال هاتي أنا أريد أن أعطي رأيك طيب ننقل الموضول عندك ما شاء الله عليك أم تقعدي فتريسة أنا بالنسبة لي هو خليط من الجميع جميل كلمات جميلة جدا وحكيمة الحقيقة حضرتك أنا بميل أكتر للخيال يعني الشيء الخيالي وفيه جزء من الواقع بيقناني جدا يعني مثلا مع حيواني الأليف أنا بتخيل أنه أفهم كل حاجنا بقولها أنا أتخيل أنه يبدني الشعور والحب أتخيل أنه حاسس بواجعي كمان حتى في العلاقات العاطفية دايما أتخيل زوجي أنه ممكن يضحب نفسه عشاني أتخيل الأصدقاء أنه ممكن فإذا هو خليف من الجميع خيال جميل أنا أحب أن أعيش فيه حقيقة أنا استذكرت بالاعتماد على كلماتك اللطيفة مقولي شهيرة بتقول كلما تعمقت في معرفة الناس أحببتوا كلبي يعني تخيلي أنه الإنسان أحيانا وقت بيقع بصدمة كتير كبيرة تجاه الناس فممكن يتعلق مثل ما أنت إلتي لي في البداية أنه عندك بيت ومتعلقة فيه كتير نحن ما بدنا وخاصة بوجود صوايا أنه نكون سوداويين قليلا بس بالمقابل أما بقلكم الحب فيه كتير من التعاصي في عنا بيت شهير شهير شو بيقلك لا يعرفوا الحب لا يعرفوا العشقة إلا كل من عشقه وليس كل من قال عشقته قد صدقه صحيح لا يعرفوا الحزنة في البداية بمعنى أنه أحيانا الحب والعلم بيقلك أنه هرمون الدوبامين الدوبامين يفرزه جسم الإنسان يعادل من حيث التأثير تأثير الكوكايين يعني الإنسان لما بيقع في ريسة لحب سيستخدم هذا الموضوع بيصير كأني مدمن إدمان الحب ويمشي وراء مثل بيقول لك أنا يا خي ماشي وراء وها ما هو يعني هيك حاس أنه أنا نايم مش نايم صاحي مش صاحي أنا مش متزن بقواي العقلية كلام صحي أحيانا نحن بنعم بنقدم تضحيات ما بعرف إذا بتوافقني الرأي ولا لا بنقدم تضحيات رغم عننا أو رغم عن إرادتنا هاي المرحلة وين منوصلها منوصلها بالحب من الواضح أنك أنت مقدم تضحيات لحتى أن تشعر بهذا النوع أو أنت عم تحكي لا بالعكس ببالك هذا الكلام صحيح ويتوافق أيضا مع بعض الأبحاث العلمية اللي بتقول أنه الشعور بالحب يتوافق مع الإحساس بالوسواس القهري تخيل أنت كيف تكون عندك وسواس قهري أنه قفلت السيارة لما قفلتها ترجع بتفكر أكتب مرة بتكون قفلة أنت غسلت إيدي كنت ما غسلت وهكذا دوليك وسواس قهري إذن تخيل الحب وفق العلم عم يعطيك إحساس الوسواس القهري وعم يعطيك إحساس الإدمان اللي هو بيقدم لك الكوكايين من خلال هرمون دوبامين وبالتالي كيف باستطاعتك تعالج هاي الأشياء نحن ما بدنا بنرجع نقول سودويين تجاه الحب ولكن تحت أيضا من الظروف خلينا نكون واقعيين أنا عايزة أسأل سوي أول حاجة أسمح لي أشيب عن نقطك مرسي مرسي نورنا النهضة وشرفنا ولكن الخلطة الجميلة اللي حداك عمال تعملها دي دلوقتي إيه سرها؟ يعني خليني بقى أنا دلوقتي أحل لها خلطة الأناقة ولا الخلطة العباكيرة لا الخلطة حداك بتبسط كل حاجة والأمور بسيطة جدا وبتشيد بالحب واحتياج الناس ده ليس بالعمل السهل أبدا أنك أنت تحاول أنك توصل الرسالة دي إلى العالم ويشعروا بيها ويحسوها ويصدقوك سؤالك جدا جميل بشكرك عليه ويقول لك الخلطة الجميلة سواء بحضورك بظهورك أو بكلامك وأفكارك اللي تحاول تضخيها بالناس الأساس فيها الحب بمعنى أنه أنا لماذا عندي خيارين لماذا أرى هذا الإنسان حبه أو لا حبه لا أنا أريد أن أرى الجانب الإيجابي بهذا الشخص وأريد أن يحبه أريد أن أرى الجانب الإيجابي بهذا الشخص آخر وأريد أن يحبه إذا أريد أن يظهر دائما على نصف الفارغ من الكأس لا أريد أن يحبه لا أريد أن يشعر بالسعادة لا أريد أن يشعر بهذه الأشياء التي يمكن أن يقدم لها الحب وبالتالي عندما بدأت العبارة الشهيرة تلك الحب هو جوهر الإنسان والأديان هذا الكلام صحيح لا يوجد شعارات أنا في قاموسي في معرفتي في الأفكار التي أحاول أن أضخها سواء أن كنت مستشار في التنوية أو عميدة كلية أو بروفيسور أو أي أن كان يحب دائما في ظهور الإعلامي أن يشعر الحب لأنه هو لحظة من اللحظات التي يمكن أن تقدمها للآخر تقدمها لنفسك تقدمها للمشاهد ويمكن من خلالها أن تعطيها لحظة السعادة وهنا نرجع على موضوع السعادة وارتباطها بالحب أنا لا أريد أن أكون سلبي تجار الحب الحب أصبح أشبه بالأسطورة في الزمن المعاصر وخاصة في زمن العالمي يعني بعد خمس دقائق الشاب يقول لها لبنة أحبك بعد خمس دقائق من معرفته فيها صح ولا لا وغلالتالي هذا الموضوع ما نحب هذا الموضوع وفي عندك هالأبيات الشعرية الجميلة اللي دائما كنا نحن نحكيها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا الحبيب الأولي غناها حسين جسمي كنتي هم تذكريها الصوت الجميل جدا للغاية النحية فإنه بالفعل بالمقابل بيردع لي شاعر آخر بيقول له بمعنى أنه لا ما الحب إلا للحبيب الآخري بمعنى أنه لا تحت إزرار من الظروف لا تتوقف عند حب ممكن كان تعاصي بالنسبة للألاك كان نقطة سلبية في حياتك يجب أن تذهب باتجاه الاستمرار في الحب تضلي عندي تفسير بس بسيط للنقطة اللي حداك قلتها أن الشاب بعد خمس دقائق يقول لبنت بحبك أو البنت تقول له بعد خمس دقائق بحبك ده سبب العولمة اللي احنا عايشين فيها عصو السرعة ده بقى في وقت واحد يحب كتير مش بس كده إنه بقى عندنا إحنا احتياج للحب الحقيقي اللي بطل موجود فبدأنا بس نشوف حد البني دق إدقة واحدة بس على طول اعترف أنا عندي حالة من الاشتياق لهذا الإحساس لأنه بطل موجود تلوقتي بقى بويفريند جيرفريند أصدقاء بنات شباب انترنت شاتينج الكلام ده بطل فيه الإحساس الجميل اللي هو بتاع زمان فبقى عندي اشتياق دايما أنا اعترف بسهولة كلام جميل أيضا بأنه التفسير اللي عم تأدميه بأنه نحنا في عصر سيمة السرعة نحنا في عصر مثل بصفه أنه انت ما بقى كتير عند أو بالإضافة التفسير الجميل فيه أو الحيز المتعلق بأنه الإنسان متعطش لهاي القيمة اللي أصبحت نادرة وبتالي عنده الرغب أنه يستخدم هاي الأشياء ولكن يستخدمها في غير مكانها وإذا كان الموضوع بمجرد كلمة والسلام فأكيد هذا الموضوع مرفض الحب أعمق من هذا وأنا قلت الحب ما بتعلق فقط بالرجل والمرأة وإن كان هو الحيز الكتير مهم بالنسبة لألنا هو إنجزاب فكري وروحي وشكلي هذا الشيء نحنا بنعرفه ولكن أيضا هو يمكن أن يعمم باتجاه الحياة اللي أنت عايشها المحيط بالكامل أنت لما بتنشر الحب من حولك تنشر السعادة تنشر السعادة محمد هاي نقطة يمكن كتير مفصلية بالحب هلأ دائما بربط الحب بالسعادة لكن للأسف فيه علاقات حب أو مثلا فيه حب فاشل أو كره خلينا نقول هو اللي بيمحي السعادة إذا أنا مش قادرة أحب حالي أنا ما رح أنشر الحب ما رح أنشر السعادة إذا أنا كنت شخص بخيل في حق نفسي أو بخيل في حب نفسي رح أبخل على الجميع في الحب والسعادة أدي هذا الحكي مصبوب هذا الكلام صحيح أنت نقطة البداية أنك تحبي نفسك لذلك قلت أنا أنه حب نفسك اعتني بنفسك وإنجح أكتر تطور نفسك وهاي نقطة الانطلاق تجاه الآخر وكلامك أيضا كتير جميل فيما يتعلق بأنه الربط بينه وما بين السعادة هلأ أنت بالنهاية فيه هامش كتير كبير من حياتك تقضيف العملية التواصلية والعملية التواصلية إذا كان دائما حاطة في ذهنك أنك أنت بدك تحبي الأشخاص اللي موجودين أمامك باستطاعتك تواصل هذا الموضوع باستطاعتك تنشر السعادة في مقابل أمر آخر بتذكريني بالكلمة الجميلة اللي حكيتها ضمن في سياق طبعا فيه كتير كلمات جميلة حكيتها بتذكريني بكلمة جميلة حكيتها في سياق السؤال الأخير حاول تذكرية لا شو تذكروها حاول شو حاول شو لأننا نسؤال كان طويل شوي شرحت الحقيقة بدي إقل لك هلأ نحنا عندنا ثلاث متناقضات في عندنا العولمة في عندنا السعادة وفي عندنا الحب أنتو بتطلعوا الشخص الموجود أمامكم هو مختص بأكتر من موضوع وهو الحب موضوع بعيد عنه ولكن كما قلت لكم يعني على جميع الأصل حتى على صعيد العلاقات الدولية يجب أن يكون هناك حب وكرة قد يكون خيالي جميل قد يكون خيالي ولكن هذا الأمر لا يجب الدولة القوية يجب أن تعنى بالدولة الصغيرة أو العادة الإمام بعتقد بأحدى المسرحيات بتطلعها بطريقة جميلة هذا الكلام نحن نشوفه بواقعنا ولكن أتوقع أنه ما في أي علاقة موجودة بالدنيا ما بنيت إلا على حب حب الصداقة أنت لن تصبح صديقي إلا إذا لم أحبت صدقتك أنت لن تكون يعني يعني اعتبارك أخوي إلا إذا كنت بحب هذا الشي والشعور بيكون متبادل ولكن ما بعد مرحلة الحب هذا السؤال اللي يمكن كتير بمسأل حالنا فيه العشق والهيام السلام العشق والهيام السلام من الأوهم الحقيقة أنه أنا هون بدي أنطلق من كلمة استكينة إذا ملاحظنا هناك كلمة سكينة بديلة عن الحب فيما يتعلق بموضوع الزواج ليه السكينة؟ لأن السكينة أهم فيما يتعلق بالحب لأنك أنت لما السكينة من السكن كيف لما تتفوت على بيتك بعد يوم عمل طويل تقول غير شكل إذا بدأت في بيتي أنا هذا السكن هو اللي بيجي مرحلة ما بعد الحب لن يستمر الحب خلونا ما نتفن رؤوسنا بالرمال ما بيستمر أكيد إلا إذا كان البيت تبعيك لا لا يعني أنا بك في حب بيستمر سنين طويلة جدا أنا قلت الحب بيكون لي أشكال مختلفة أستاذ محمد خليني أوكي خليني يتقبل هذا النوع من التحوير في الكلمة اللي أنت ذكرت يا حضرتك بأنه هو رح يضل حب بس انتقل لشكل آخر هو السكينة السكينة ترطور آخر من الحب يعني أنت تشعر بالسعادة بمجرد وجودك مع هذا الشخص بغض النظر أنه شعلة الحب اللي نحنا كنا نعرفها يعني القلب الأحمر هذا ممكن ينتقل يصير قلب أزرق فيما بعد أوكي بالإمولجي من واتس أب بما أنه نحن بيقصر جرمينة يعني أنا أنيسما حد أخلا فعلا كنا نحن نحن في أكبر كلمة بالنسباني لا ممكن أعقب على كلام منا أنه الحب مع تقدم الوقت ممكن أنه يختلف أشكاله وأنواعه أنا ممكن أضم صوتين على صوت منها ليش؟ أحياناً بيقول لك أنه والله فيه اثنين تزوجوا كان عمارهم عشرين وعشرين تزوجوا كل واحد عمرهم عشرين وخلفوا أولاد وبعدين ما حبوا بعض فما بدهم ينفصلوا لكي يوجد أولاد بينهم صح؟ طيب أنا بعطيك نفس المثال لكن بدون وجود أولاد وأبناء طب شو يجبرني أضل مع الشخص الآخر؟ بزبط هلأ هون نجي على موضوعات طلاق العاطفية أنت بدك تعلقي علقي لحف تعلق على تعليق أنا بعكسهم كل شيء بحياتنا هو عبارة عن مراحل عرفت؟ فطبيعي أنه أنت أول ما تكون بعلاقة عاطفية عم تحب حدا بيكون عندك هاي الشعلة تاعت الحب اللي أنت مشتاء تشوفه أو مثلاً أي شيء منه حلو حتى لو كان سيء لكن بعد الزواج والتعود عليه بيصير الحب بطور آخر وبنوع آخر السكينة، التعود، الراحة، الاعتياد، الطمأنينة فكل هاي المراحل بتيجي بتجرب عطاً ببطل في العشق والهيانس فيه بيصير سكينة أكتر زي ما هذا أتفق معك بشغلي واختلف معك بنقطة أخرى تغرفي وين؟ الطفل لما نحنا بنمشي أول ما بنمشي بنمشي أكيد بحماس و بقوة و نحنا شباب نحنا بنقول نحنا بعمر الشباب هل معنى ذلك راح أمشي نفس الخطوات لما يكون عمري 55 سنة؟ يختلف لكن معنى الطريقة واحدة هي المشي معنى أنه نحنا بنمشي بالحب طب أنا شاكلي أنا الشخصية الوحيدة المتجوزة خلوك بالزاوية لحالة و هجموكي كله لا أبداً أبداً أنا عايزة أحب أوضح موجات ما زالي بعد فترة الحب بيتحول إلى أشكال كتيرة الفترة الأولية اللي أنت قلت عليها فترة جميلة جداً بتاعت أنا الله نفسي أشوفه و أحبه وعايزة كلهم في التليفون بس بعد الزواج يعني أنا هو بقالي سنين مثلاً متجوزة بشوف أنه أنا بعيش مراحل الحب دي بكذا شكل بعيش مراحل الحب أنه هو أبويا يعني لفيت ورجعت واتفقت معي لا بحب أن أنا أعيش مراحل الحب دي بأشكالها كلها بس هو موجود لا يختفي أبداً ولا يتحول إلى مثلاً صداقة هو ما قال بيختفي دعونا نتفق دعونا نتفق أننا نتفق الحقيقة أننا نتفقين إذا متلاحظوا أنتوا لما فسرتوا كل واحد إجابته وصلنا لقناة أنه نحن متفقين ملنا مختلفين لذلك هذا هو الحب اللي موجود في الجلسة حالياً وبالفعل متما قالت تماماً أنه نحن ملنا مختلفين الحب سوف يتغير مثل أي شيء آخر في الحياة له مراحل وهالمراحل هاي بتميزوا وفيه إلى جماليتها يعني على سبيل المثال تشوفي فنانة ممكن يكون جميلة للغاية بمرحلة أخرى بدأت تبتاد عن أدوار البطولة لصالح أدوار الأم أيضاً إذا كانت حكيمة شو قد اللي بيسألوها أنه هل أنت تعيسة لأنك تعطي عن أدواء البطولة إلى أدواء السنوية لأنه لا جمالية كل مرحلة أنا باستطاعتي أديها وباستطاعتي أستمتع فيها وبالتالي مثل ما قلنا وكلنا متفقين بأنه هاي المراحل من التطور حتمية في حال تواجد الحب الحقيقي وهذا الأمر للأسف شديد أصبح وكأنه أسطورة في نظر لأنه نحن نحكي الكلمات الجميلة ذكرتها حول النطج الفكري وهو الأساس في عملية الحب لذلك نرى كثير من الشباب في مرحلة جامعية يكونوا كثيراً حابين بعضهم بتزوجوا وبفشل الزواج والناس كلها تستغرب أنه هؤلاء الصفير الحب التي كنا نرى بالجامعة لماذا فشلوا؟ لأنه واحد منهم ممكن أن يكون أول اثنين لا يمكن أن يكون لجل كافي لحتى يعرف تماماً ما هو خياراته في الحياة بهذه المرحلة أنت ممكن نوعية الملابس التي تردديها بعد خمس سنوات تقول كيف نتعب بالبس هكي ممكن أنه لازم يلبس غير طريقة بغير طريقة وكل واحد فينا ممكن يكون هكي إذن مثل ما قلنا النطج الفكري هو الأساس في الحب الحقيقي وإذا لم يكن موجود للأسافية الحب كله يسعد والحب هو أسمى شعور ممكن يحس فيه البني آدم أو الإنسان وإحنا خلقنا لنحب حالنا ونحب بعض ونحيا بسعادة وحب على هذه الأرض محمد نتشكرك كثير بصراحة أنا ما كان بدي خلص الوقت ولا نطلع بريك إحنا مضطرين نطلع بريك بس شكراً كثير لإلك ولكلامك الكثير حلو والمشوق رح نطلع بريك ومبعدها راجعين ونكمل معك تحت الهواء شكراً شكراً